أصدرت أسرة محمود حسين الصحفي بقناة الجزيرة بياناً أعلنت فيه أنه تمت إعادته إلى السجن مرة أخرى رغم قرار المحكمة تأييد إخلاء سبيل له ووفقاً لبيان الأسرة بالفعل قد خرج الزميل محمود من سجن طرى إلى قسم شرطة الجيزة ثم في اليوم نفسه انتقل إلى قسم شرطة قرية أبو النمرس في منطقة الجيزة والتابع لمقر سكنه وتم إعلامه أنه سينفذ هناك التدابير الاحترازية يومين في الأسبوع ولم يتبقى سوى إشارة من مكتب الأمن الوطني لإخلاء سبيله لكن أسرة حسين فوجئت باليوم التالي بترحيله إلى نيابة أمن الدولة حيث تم إدراجه بقضية جديدة وهي القضية 1365 لسنة 2018 التي كان حينها محمود حبيساً في طرى أبحث هذا الموضوع ماضي في فيرستوديو أرحب بالدكتور معتزل فوغيري منصق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمؤسسة فرونت لاين ديفندرز وأيضاً الأمين العام للمنبر المصري لحقوق الإنسان وأرحب أيضاً بضيفي الأستاذ خالد السيد الباحث السياسي أهلاً بكما إلى هذه الحلقة أبدأ معك دكتور معتزل كنت تتوقع أن نسمع هذه الأخبار عن زمين حسين محمود الذي طال انتظار الإفراج عنه لسيما بالتهمة التي نسبت إليه وهو اليوم يخضع لقضية ثانية وقعت حين وجوده هو نفسه داخل سجن سراء نحن بركنا له من يومين هنا في البرنامج يعني هي مش مفاجأة لأنه حدث أمور مشابهة مع آخرين حتى بمن فيهم من شملهم قرار العفو الرئاسي الأخير كان فيه تعنط متواصل حتى اليوم في الإفراج عن بعضهم أنا عايزة أذكارك مثلاً بحالة زميلنا عيزة غنية من المحامة عيزة غنية كان جالوا أيضاً قرار بإخلاق سبيل من المحكمة وبعد كده اختفى قصرياً ونزل على قضية أخرى فده أمر بيحدث في ظل الفوضى اللي احنا فيها ومن ظل النظام الأمني والنظام القمعي اللي موجود في مصر فحالة طبعاً الصحف محمود حسين أمر غريب أنه نزله قضية من 2018 هو ما يعرفش عنها شيء طب هو كان عندكم بقاله أكتر دباتي دخل على سنتين ما حققش معاه في القضية دي حقق معاه بس اليومين دولي لما صدر له أمر الإفلاء السبيل من المحكمة والنيابة طعنت عليه وترفض طعنها فاستقنفت عليه وترفض استقنفها فنزل على قضية جديدة لنعلم بعد إيه الاتهامات الموجهة له وده أمر سهل يعني ممكن أن هم يقولوا اتهامات زي آخرين زي 27 صحف اللي لازالوا في السجون حتى اليوم نعم أستاذ خالد إذن لا يبدو أن هذا الموضوع بات يشكل مفاجأة اليوم لدى السلطات الأمنية المصرية أن يعاد سجن أحد المطلق سراحهم بقضية لا يعرفوا نفسه عنها شيئاً يعني في ظل اللي بيحصل على مدار الخامس سنوات اللي فاتت مفيش سقف لحجم القمعة اللي السلطة في مصر بيتمارسوا ضد مش بس معارضيها كمان نغبة الإعلام في مصر أنا رأيي أنه الأزمة الكبرى هو كم الإنهاك النفسي اللي بيبقى فيه المفرج عنه هو وإسراته وعائلته وأصدقائه بعد سنتين ونص بيتهم مكررة وغير حقيقية في الحقيقة بيتم الإخلاء السبيل وبيتم بتعنى من النيابة وبيتم بتأييد إخلاء السبيل وبعدين بيفاجأ المتهم أو الصحفي أو المسجون بأنه عنده قضية اتعملته هو محبوس فأنا رأيي نكمل إنهاك النفسي اللي بيقى على الأستاذ محمود أو على أسرته مبالغ فيه بشدة وبيعيد في أزهاننا تكرار التساؤل حوالين هل هناك نية من السلطة في مصر أنها تعمل انفراجة ولا لا وإحنا بنعيد الإجابة المقررة بأنه يستحيل في ظل وجود عبدالفتاح السيسي على رأس السلطة أن يحصل أي انفراجة في ملف المسجونين في مصر إذن نعلن في البرنامج والقناة تضامنا مع أسرة الزميل محمود حسين ترجمة نانسي قنقر